عمليات استيطانية هي الكبرى منذ ثلاثة عقود أقرت إسرائيل تنفيذها في الضفة الغربية ما أثار الشكوك بشأن تحقيق حل الدولتين رغم المطالب الدولية التي تحث عليه الشكوك بدأت بعد أن صدقت السلطات الإسرائيلية مؤخرا على مصادرة نحو 13 كم مربعا من الأراضي الفلسطينية قرب مستوطنة يافيت في غور الأردن قرار جاء عقب مصادرة ثمانية كم مربعة من أراضي الضفة الغربية في شهر مارس الماضي ونحو ثلاثة كم مربعة في شهر فبراير الذي سبقه مصادر فلسطينية أكدت أن تلك العمليات الاستيطانية تجعل العام الحالي ورغم عدم نهايته بعد يصل إلى ذروة مصادرة أراضي الفلسطينيين وممتلكاتهم منذ اتفاق أوسلو عام 1993 أراضي فلسطينية تنتهج الحكومات الإسرائيلية سياسة استيطانها منذ أن وطئتها مطلقة عليها مصطلح أراضي دولة وتحضر على الفلسطينيين امتلاكها أو استئجارها نهج زادت الحكومة الحالية برئاسة بن يمين نتنياهو من وتيرته وتحديدا منذ بدء عدوانها على قطاع غزة لتوصف من الداخل والخارج بالحكومة الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل وعد عن مخالفة ذلك النهج القوانين والاتفاقيات الدولية فإن الأمم المتحدة اعتبرت عمليات الاستيطان الأخيرة أمرا يهدد بالقضاء على أي احتمال لقيام دولة فلسطينية مستقلة ورغم ذلك كله فإن حكومة نتنياهو بأذرعها السياسية والأمنية والعسكرية لم تكتفي بقدم أراضي الضفة الغربية فتعدتها بحسب تقارير إسرائيلية حديثة إلى استيطان ربع مساحة قطاع غزة اشتركوا في القناة